وجه الادعاء العام البلجيكي لاتهام لمشتبه آخر بالضلوع في هجمات باريس في إطار التحقيقات الجارية في بروكسل التي تعيش حالة تأهب أبني قصوى وأعلن مكتب الادعاء الإفراج عن 15 معتقلا على ذمة التحقيق كانوا قد أوقفوا خلال أو أوقفوا خلال سلسالة مدهمات منفذتها الشرطة البلجيكية صباح اليوم وليلة الماضية في محيط بروكسل ومدينة لياج شرقية البلاد وأفد مرسلنا أن السلطات البلجيكية قررت الإبقاء على مستوى التهب الأمنية في الدرجة القصوى لمدة أسبوع مع تقييم مستمر للوضع على أن تبدأ العودة تدريجيا إلى طبيعتها بدءا من الأربعاء القادم